تعد سباقات بطولة العالم للفرمولا واحدة التي تستضيفها مملكة البحرين حدثاً هاماً وحيوياً ينتظره العالم كله ويحظى باهتمام جماهيري كبير ما يبرز اسم مملكة البحرين وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات وجاءت الفعالية الأكبر بطابعها العالمي والتي نجحت في إبراز البحرين على الخارطة الدولية منذ العام 2004 حيث تعد استضافة حلبة البحرين الدولية لسباقات بطولة العالم للفرمولا واحد حدثاً هاماً وحيوياً يتخطى حدود المحلية إلى العالمية وينتظره العالم كله ويحظى باهتمام جماهيري كبير ويشاهده الملايين عبر شاشات التلفاز ما يبرز اسم مملكة البحرين بعراقتها وتاريخها المجيد وحاضرها الزاهر وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات ويمثل هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يترافق معه العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة مشروعاً وطنياً حرصت المملكة على أن يبقى نافذة تعبر عن البحرين المعروفة باحتضانها للجميع من شتى بقاع الأرض وبأنها أرض السلام والمحبة وقد استطاعت البحرين على مدى 14 عاماً من انطلاق سباقات الفرمولا واحد على أرضها أن تقدم صورة مشرفة عن مقدرة البحرين بشبابها وكفاءاتها الوطنية فنياً وتنظيمياً على إدارة مثل هذه الفعالية التي تعد فعالية اقتصادية إعلامية ورياضية ولعل الترويج لاسم البحرين والاقتصاد الحر فيها يعد من أبرز خصائص سباقات الفرمولا واحد حيث تشكل حلبة البحرين الدولية اليوم موقعاً استراتيجياً مهماً لجذب المشاريع الاقتصادية الضخمة كموطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط ما ساهم في تغيير بعض ملامح الاقتصاد الوطني لما هو أفضل وتعزيز الثقة فيه أكثر وأكثر إن سباقات الفرمولا واحد على مدى الأعوام الأربع عشرة الماضية حققت نقلة نوعية من كون الحلبة هي الأولى لاستضافة سباقات السيارات في المنطقة لتصبح واحدة من أكبر الحلبات قيمة على التقويم السنوي لبطولة العالم للفرمولا واحد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر